السلام عليكم أعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة انمال فاكتوري اليوم معنا المربي والهاوي خالد العنيزي حياك الله بدعي حياكم الله وسعى المباركة وشرفتونا من مكانكم الله يسلمك حياك الله ومشكور على دعمك لنا وفتحك بابك لنا يا أخوي يا هلا ومرحبا سعى المباركة بدعي طبعا بدعي مختص بالأرانب وعنده فصائل كثيرة من شاء الله تبارك الرحمن من شاء الله بدعي شفنا لميناك وشفنا عندك من شاء الله كمية كثيرة من الأرانب وأنواع متعددة كلمنا عن الأرانب وكلمنا عن بداياتك بداياتي كانت بال2008-2009 تقريبا بس بالفترة هذه صادفتني معوقات هي اللي خلتني أبتعد عن الأرانب لأن الأرانب حساسة ولازم توفر لهم المكان والجو المناسب قبل الله تحطهم وأنا أنصحي واحد أن يربي أرانب أن يهيئ المكان قبل الله يشتري أول أرنب قبل الله يشتري أول أرنب يهيئ للمكان قبل الله نتكلم عن تهيئة المكان كلمنا عن أنواع الأرانب اللي عندك اللي شفناه من شاء الله تبارك الرحمن طبعاً الأنواع هي كثيرة أنواع الأرانب كثيرة ومتعددة لكن أنا عندي ممكن تقريباً عشر أنواع منها الفرنسي ومنها النذرلاند ومنها تيدي بير ومنها الفازلوب ومنها الإنجليش أنقورا ومنها المينيريكس اللي هم يسمونه المخمني هذين اللي متوفرين حالياً عني ومن شاء الله أنت مختص أكثر شيء مركز على نقوله بشنو؟ والله أنا حاط على قورتهم 50-50 بين الأرانب الفرنسية لأن أغلب الناس هاوينها لسعرها البسيط أما الأرانب الثانية تختلف أسعارها أها وشن الأرانب الثاني اللي تختلف أسعارها؟ والله مثل الإنجليش أنقورا هذه طبعاً الإنجليش أنقورا حتى قليلة بالكويت الإنجليش أنقورا بيور التدبير متوفر بالكويت عندنا الهولاند لوب عندنا الميني لوب عندنا الفازلوب هذه الأهم عليهم طلب لكن الطلب يكون أقل بنسبة 50% لأنه سعرهم أغلى عندنا النذرلاند يعني مو متوفر بالكويت ليش سعره غالي سعره غالي؟ اي نعم فتيبونا من بره؟ اي نعم أنا طلبتهم طلبية من بره من بره نذرلاند طلبتهم طلبية من بره وهو أصلاً سعره مرتفع ليش لأن إنتاجه قليل إنتاجه غالي؟ يعني الأنثى الطيبة ممكن تجيب لك ثلاثة اثنين آها ما شاء الله نعرف أن الأرنب نقول ولادة أيوة صحيح هذا بالنسبة للفرنسي للفرنسي العادي هو الفرنسي اللي هو نفس اللي هو مال السوق أيوة نفس مال السوق يجي حجمها كبير لكن هذا النذرلاند من عائلة القزمي يسمونها أغزام فولاداتها سبحان الله يعني الأنثى الطيبة مثل ما ذكرت لك تجيب لك ثلاثة اثنين أها وقل لنا شين هو مواصفات له الأذرلاند؟ النذرلاند طال عمرك فيه مواصفات أول شي الحجم خفزة الوجه نفسها الأذن تجي قصيرة وآخر شي طبعا الألوان أيه الألوان؟ أيه فيه طبعا انديرج تحته كذا نوع يعني في النذرلاند فيه نوعية هذي طلبية لازم من أمريكا اللي متوفرة بأمريكا اسمها الهوتوت ولو تبتطلبها من الخليج تقريبا يكلفك الزوج الواحد أو نثيتين وفحل أقول لك تقريبا سبعمائة دينار كويتي واصلة ما شاء الله تباك الرحمن وهل لكم هنا لقاءات ولكم اجتماعات بالكويت؟ والله بالكويت لا الحين ما فيه لقاءات لأن ما فيه مربين وايد بالكويت وما فيه مربين فيه مربين عندنا بالعبدلي وفيه بالوفرة لكن ينعدون على الأصابع يعني أهى مو بالكثرة أهى ولاحظت فيه تطوير هنا عندنا والله ما شاء الله يعني فيه بعض المربين أنا زرتهم يعني هم طالبين طلبيات يعني بأسعار ما شاء الله لكن الحمد لله اقدروا يطلعون منهم ليش لأننا احنا عارفين كثرة نتاج العران أهى انت عارفين كثرة العران فأنت نقول والمكان كلمنا على المكان والله المكان يعني مثلا بالصيف الأرنب حساس جدا بالصيف فيعني نسبة الحر تذبح على طول لازم أنت تكون موفر لتكييف أنا وريتكم قبل شوية المكان ايه ما شاء الله ايه يعني التكييف أهم شيء وضروري لأن الأرنب حساس حيل كلش ما يتحمل الحر ايه إذا حاش حر على طول ممكن بأي الحر يموت ما نقول درسة الحرارة المناسبة له يعني ثلاثين اثنين وثلاثين يعني سبعة وعشرين مناسبة وماشاء الله شاهدنا عندك أكثر سيء اللي هم يسمونه بطريقة الانتاج اللي عندك دائما البطارية ايو ايه لا احنا نتكلم أننا الهاوين شنو تنصحهم أنه مثلا بيقتنين ليوز نقول اللي هو نثيتين وفحل ايه نعم شنو تنصح لهم بالمكان المناسب حتى يكون منظرهم تكون جميل ايه ودائما نعرف نقول نحنا الأرنب يحفر وايد ويطلع صاب الثاني صحيح شنو الامكانية اللي نجهز لياها يعني الواحد إذا بينا يوزا ويوزين يعني عادي يحطهم بالبيت عندنا متوفرة الأكفاص اللي هي خانات فوق بعض عارف وفيها طريقة التنظيف وما تنظيف وفيها المشارب المشارب مالات الماي يسمونها المميات هذه تنحط حق البيت يعني نظيفة أصلا وحلوة وشكلها مرتبة حق البيت وشنو الأمراض اللي يتعانمونها والله عندنا هو التطعيم شي ضروري بعد هم التطعيم اينا شون طريقة التطعيم طبعا من خلال الوبر لكن هناك شغلة عندنا في الكويت أن التطعيم هذا مو موجود ليش؟ لأنه قلت مربين الأرانب هذا التطعيم لازم نجيبه من مصر يعني أنا هنا افتريت على الصيدليات لكن ما حصلت اضطريت أني أجيبه من مصر عن طريق صديق وعارف أن التطعيم لازم تكون يعني تحافظ على نسبة البرود عشان ما يخترب التطعيم صح عارف؟ ثاني شغلة عندنا اللي هو أهم شغلة احنا عارفين أن الأرانب يحوشها الجرب فعلاج الجرب اللي هو لازم يكون متوفر عند مرب الأرانب لازم يكون بشكل رئيسي نعم هذا شغلة يعني ضرورية لأن الأرنب يضحاش الجرب تلقى الأنثى تتعب ما تولد الذكر نفس الشيء الذكر يعني قل حتى نسبة خصابة تقل فالجرب عدو الأرنب على قولته فلازم يكون دواك وعلاجك موجود وكلمنا عن طريقة إنتاجها الإنتاج ما شاء الله يعني معروف بالأرنب وقالوها الأولين أن كل قمرة فكل شهر تحسب لها كل شهر ثلاثين يوم ثلاثين يوم ثلاث وثلاثين تسع وعشرين يوم تولد الأرنب إحنا طبعاً الأرنب إذا كانت والدة قبلها ومعاها عيالها إحنا من نركبها من ثاني يوم تولد نقدر نركبها عادل عارف فخلال ثمانية وعشرين يوم نقدر نفطمها نشيلها من أمها ونحطهم مبروح نجهز لهم مكان طبعاً مشارب ماي ومعالف عساسها ما توصخ داخل المعالف لأن هذا إذا وصخت يسبب لها أمراض صح عارف فنقدر بثمانية وعشرين يوم نقدر نشيلها من أمها نشيلها من أمها عساس الأم تكون تجهز حق الولادة حق الولادة اللي بعدها وقلنا إذا طبه عقب ثمانية وعشرين يوم كيف تقدر أنك تركبها؟ بعد ثمانية وعشرين يوم؟ النثية Bond ، من عشر إلى عشر ونصف من ع Crossing تكون جاهزة لنثاية رقم الولادة كلمة لكن الأم لا بعض لك تمكن أن تركبها من نفس اليوم تستطيع تركبها من نفس اليوم؟ نفس اليوم ونسبة التلقيح ستكون زايدة اذا بنفس اليوم يعني مثلاً لو ولدت في الصبح تقدر بالليل أنت تركبها أو في الآلي يوم أنت تركبها ونسبة الأخصائه أفضل سبحان الله ستكون أفضل لها لها فنحن نخليها مع الأم ثمانية وعشرين يوم بعدين نعزلهم عساس الأم إذا كانت حامل تكون جهز بيتها للولادة قلت لي إذا ركبتها على الفحل وبعدين رديتها لازم تحتاج 24 يوم عشان تفحصها 14 يوم يسمونها طريقة الجز تمسك فطنها فسبحان الله يبين نفس حجم الزيتون إذا كانت ماسكة سلسلة من حجم الزيتون سلسلة تكون من حجم الزيتونة فهذه نعرف إنها ماسكة إذا كانت فاضية نرد نركبها ثاني مرة ونسجل طبعا التسجيل شي ضروري طبعا وطبعا أكثر شي تقول بين اللشتة والصيف تفصلهم يعني تريح الأم هات إذا مثلا بطن ورا بطن ورا بطن تتعب الأم فإحنا نريحها شهر شهر ونصف عساس إنتاجك أنت يزيد وتحافظ على الأم وقدت لي عقب السنتين بس يقل إنتاجها أي معروف بمثال الأرانب الغالب طبعا مو الكل لكن الغالب من توصل سنتين يخف الإنتاج فأنت لازم عندك خط أنت مجهزة من الصغار عساس أنك تجهزهم كأمهات المستقبلة وطبعا لو نقول اللي هو الفرنسي دائما يأخذون الناس حق الأكل والطباخ وهذه الأمور فله عقب سنتين عادي يتاكلها ولا يعني إحنا بالمعزة وبالغنم دائما نقول لما نكون إنهم صغار يكون لحمتهم أحلى صحيح يعني هل هذا الشيء بعد موجود بالأرانب ولا نفس الشيء؟ لا لا تقدر تاكلها بس العموم العموم سبحان الله بجميع الحيوانات حتى الحمام الناس تاكل الفروخ اللي هم الزغالي اللي يسمونهم عارف عدل أي لكن الأرنب هم تقدر تاكلها بعد السنتين عادي وعندنا طبعا اللي مختصين أكثر شيء فيهم أخواننا المصريين يعني أخواننا المصريين حتى بالصغار يبيعونك مثلا بالكيلو بالكيلو أيوة بالقرامات بالكيلو يعني ما يبيعونك على حسب لونها ولا شيء هذا اللي بالنسبة للفرنسي للفرنسي يعني بالكيلو بالكيلو أيوة عساس أنهم دائما عندهم وجبة أساسية أي ماشا الله أي بس إحنا هنا لا ما عاد الوجبة أساسية أي قليل قليل وعندنا طبعا أنا شفت يعني حتى بكرواتيا وهولندا يعني عندهم عندهم يعني متطورين أكثر منا عندهم مثلا تلقيح صناعي ما يحتاج مثلا تركبها على الفحل وممكن تقبل وممكن ترفض هناك عندهم يعني متطورين أكثر منا يعني شيء شيء جبار عندهم تلقيح صناعي فيوفر لك جهد كبير وهالإمكانية ما قدرت أنت توصلها هنا والله للحين ما قدرنا ما قدرت ما بحثتوا فيها وتجربتوا والله إحنا بالنسبة للكويت يعني للحين يعني تركيب هذا المعزة اللي هي دارجة من أول وهذا للحين حتى نسبتها نسبتها نسبة نجاحها ما هي كبيرة يعني من أربعين إلى ستين بالمئة فاللحين ما داشتنا أنا بالعكس إن شاء الله أني سوي الطريق ناوي إن شاء الله علىها إن شاء الله إن شاء الله وما نويت أنك تفتحوا لكم نادي تأسسوا لكم والله شوف أنا شفت بسعودية يعني مسوي لهم نادي روابط طبعا بالدول الأجنبية عندهم معارض إن شاء الله أنا أنا تابعت للدول الأجنبية إن شاء الله شفت أن لهم اهتمام كبير طبعا ولهم حضور وجماهير كثيرة حضور ومعارض سانوي وشريق بسعودية ماشاء الله موجودية بسعودية نعم موجودين لكن بالكويت mechan Arbeit لا والله ما حصل التجمع للحيح إن شاء الله بنحاول بنوصل لهم إن شاء الله إن شاء الله بنوصل لهم وبنصور إياهم بإذن الله وعسى الله يوفقهم أن هناك نقول ما شاء الله الناس هناك نوع كثير بسببية ما شاء الله دائماً أخواننا بسببتسعودي نوجه لهم طحية تبارك الرحمن هم دائماً متطورين ومتخصصين بأشياء كثيرة تبارك الرحمن صحيح أخوي بدأي ما شاء الله شفنا عندك فصيلة نادرة جداً اللي هي الشامواء تكلمنا عنها نعم هذا نوع يسمونه عندنا بالخليج يسمونه الأرنب المخملي هو طبعاً سبحان الله نفس الشامواء ورأيتكم إياه قبل شوي ويسمونه المينيريكس هذا بالأساس المينيريكس هذا توداش عندنا بالخليج أنا طلبت لي منه زوج واحد كتجربة لكنهو من سلالة القزميات أيضاً من سلالة الأرنب فأهم العسارة شوي عسر ايه فأنا طلبت زوج واحد أساس التجربة إذا مشى معاي إن شاء الله يعني الناوية أكثر منه خاصة أنه نوع قزمي ونادر وشعرتها ما شاء الله حلو وشعرتها زيلة اي نعم قلت لي ما شاء الله بره يستخدمون الشعر اي نعم عندهم طبعاً مصانع احنا كلنا يمكننا بالشتوية هل الكويت وهل الخليج يلبسون الزيري دائماً شعرت الأرنب حتى الزيري غالي ليش لأنه دافي وهذا لكن بالكويت ما عندنا يعني أنا مثلاً لو أبي أذبح وطلع مثلاً من شعرتهم ما عندنا مصانع متخصصة أو شيء شذيه لازم تجيب لك دباغة أو شيء تعمل معها عساس يسوي لك وإن شاء الله الفكرة موجودة إن شاء الله كالسؤال الأخير شين تنصح حق الناس؟ والله أنصحهم بالأرنب تربية الأرنب شيء ما شاء الله منتاز وخاصة إنتاجه وفير لكن أنصح كل مربي ناوي أو يفكر أن يربي أرنب أن توفير المكان قبل لا تشتري أول أرنب وفر المكان مكان البارد نعم المكان البارد بالصيف طبعاً وفر المكان وفر كل شيء يحتاج الأرنب من أدوية وهذا بعدين بلش بمشروعك والله يوفقك الله يسلمك مشكور ودعي ما قصرت على استضافتك لنا حيا وهالمعلومات الغيمة حياكم الله السعر مباركة وشرفتونه ونورتونه يا أهلا ومرحبا فيكم الله يسلمك أعزائي المشاهدين أتمنى أنه كفينا ووفينا وياكم نشوفكم مع حلقات أخرى إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة